انطلقت فعالية ملتقى السليمانية الخامس تحت عنوان ما بعد داعش انهاء دوامة العنف نحو حلول مستدامة في وذلك في الجامعة الامريكية بمدينة السليمانية وبحضور رئيس مجلس الوزراء حيدار العبادي يصدف ملتقى السليمانية الخامس الذي انطلق اليوم في مدينة السليمانية بأقليم كردستان عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي ذلك لمناقجة القضايا الحالية المتعلقة بالمنطقة من المقرر ان تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين